في بقعة الالتقاء الحضاري في بلاد ما بين النهرين وعلى ضفاف دجلة الخير كان هناك موعد لتغيير التاريخ عندما قرر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بناء مدينة السلام بغداد لتتحول المدينة في زمن قياسي إلى حاضرة الدنيا وقبلة العلم يقصدها العلماء وطلاب العلوم والفنون والآداب وتشهد قمة مجدها في عصرها الذهبي زمن الخليفة هارون الرشيد الذي اقترنت باسمه ولتكون منارا للعرب والمسلمين ومحط فخر عبر العصر في بغداد الرشيد قامت الحضارة شاخصة ومتجلية بكل تفصيلاتها فقد أنشئت المدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع وأصبحت الحياة فيها مثالا في التقدم ونموذجا للرقي حتى تغنى الشعراء بجمالها وسموها جنة الله في أرضه لروعة حدائقها وخضرة أريافها وعظمة قصورها والزخارف التي تزين قاعاتها وبواباتها كما أشاد المؤلفون بفخامة عمرانها ونبوغ علمائها وأعلامها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها ومحالها وأسواقها وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في أصل تسمية بغداد فقد أجمعوا على مكانة بغداد السامي في التاريخ باعتبارها وارثة الحضارات المتعاقبة التي نمت والزهرت في واد الرافدين اليوم وبعد أن كثرت عادية الزمان على المدينة يحاول البعض أن ينقلبوا على الرشيد مرة أخرى ويسعون الاقتلاع ذلك الارث العظيم الذي خلفته دولة بني العباس عبر تشويه معالمها التي تنتشر فوق ربوعها وتمسي ألاقها الذي سطرته كتب التاريخ متناسين أن بغداد قد مرت عليها سنون عجاف واشتبكت عليها الأعصر لكنها بقيت شابخة وظل عودها أخضر ينبت من جديد كلما ظن المتربصون أنها ذوت لتبقى دار السلام موئلا للحضارة وصانعة للأمجاد